بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الحديث المتفقي عليه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول جاء رهط ثلاثة إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أزواجه عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا من نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أصوم ولا أفطر وقال الثاني أقوم ولا أنام وقال الثالث لا أتزوج النساء فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله وإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني في هذا الحديث هؤلاء الثلاثة الرهد الشباب أرادوا أن يتعبدوا لله عز وجل بأن ينقطعوا تماما للعبادة فلذا لما سألوا زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبادته لأن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما هو ظاهر للناس إذا كان في مسجده أو بين صحابته في أي مجمع ومنها ما هو داخل بيوته فأرادوا أن يسألوا مما هو في داخل بيوته ظن منهم أنه عبادته زاعدة عن ما يرونه فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها ثم جاءتهم هذه الخاطرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادته أو عبادتنا لابد أن تكون أكثر منه لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وانظر كيف أن الشبه قد تطرأ على الإنسان كما ترأت على هؤلاء الثلاثة وأنه يجب أن يكون عبادتهم أكثر من عبادة رسول الله حتى يدخلوا الجنة فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن لهم أن لا أحد أتقى ولا أحد أخشى لله منه عليه الصلاة والسلام وأنه يصوم ويفطر يصوم بعض الأيام ويفطر أياما أخر ويقوم بعض الليل وينام ويتزوج النساء قال فمن رغب عن سنته فليس مني من رغب عن سنته عليه الصلاة والسلام كما أراد هؤلاء الثلاثة فإنه قد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحيانا تكون النية الصالحة من قبل بعض من يريدون الخير لكنهم يجانبون الصواب في مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا لا تكفي النية الصالحة ليقبل العمل فهؤلاء لا شك نيتهم صالحة ويريدون الخير ويريدون التعبد والتقرب إلى الله عز وجل لكنهم جانبوا الصواب لما خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان في ذاك الزمان وقت تعليم لكن في وقتنا هذا قد تبينت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة ولذا لا يجوز لأحد أن يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي حجة كانت سواء كان يريد الزيادة في الخير كما قد يقول بعض الناس لما يأتي من يحذره من بدعة هو يتعبد بها فيقول كيف تنهان عن ما أتعبد به أو تنهان عن عبادتي والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهؤلاء من رغب عن سنتي فليس مني إذن ليس هناك هدي أكمل ولا أحسن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوصل إلى الجنة وإلى رضوان الله عز وجل غير هديه صلى الله عليه وسلم ولذا أيضا جاء في حديث عند الإمام أحمد والنسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين والغلو هو تجاوز الحد الشرعي فكل ما جاءت به الشريعة له حد إما حد في الوقت أو حد في القدر أو حد في العدد فيجب كل ما جاءت به الشريعة محددا يجب على المسلم أن يلتزم بهذا الحد الذي حده الشرع فلا يجوز له أن يزيد على عدد عبادة من العبادات معتقدا أن هذه الزيادة خير له بل يجب أن يلتزم بالعدد الذي جاءت به الشريعة في مثل عدد ركعات الصلوات أو الطوافي أو رمي الجمار مثلا أو غيرها وقد يكون الحد في القدر فلا يجوز أن يزيد المسلم على ما قدره الله عز وجل في شريعته مثلا في الوضوء فلا يزيد في غسل اليد بدل أن يغسل إلى مرفقيك يغسل إلى كتفي أو يغسل رجله زيادة عما إلى الكعب إلى نصف الساق أو إلى الركبة كل هذا زيادة في القدر يجب أن يلتزم المسلم بما حدده الشرع في القدر الذي جاءت به الشريعة مثلا في غسل أعضاء الوضوء وهكذا في كل ما جاء محددا في الشرع بعدد أو بقدر وما جاءت به الشريعة من صفة لأي عبادة يجب على المؤمن أن يلتزم بهذا الذي جاءت به الشريعة هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو ديننا الذي به نسعد وهذا هو الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فحذر من هذا الغلو وهذا الحماس الزائد من قبل بعض الناس ظنا منه أنه يزيده حبا لله ويزيده قربا من الله والحقيقة كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزيد المؤمنة حبا لله وقربا لله إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم نسأل الله عز وجل أن نكون من السائرين على سنته والمهتدين بهديه وأن يحشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد اشتركوا في القناة